فيروس كورونا المستجد بات الشغل الشاغل لكل دول العالم والبلدان المحطوظة في هذه الأيام هي من يستجيب مواطنها كليا للحجر الصحي كالصين مثلا التي تكاد تتغلب نهائيا على هذا الوباء الذي كانت بؤرته الأسابع الماضية لكن صين التي بدأت في تخفيف إجراءات الحجر الصارمة سجلت أمس 39 إصابة جديدة بالفيروس بعدما سجلت 30 حالة فقط يوم السبت كما تم اكتشاف 78 حالة جديدة عديمة الأعراض بنهاية يوم الأحد لكن ما يفوق 90% من هذه الحالات المسجلة هم أشخاص عادوا إلى الصين من الخارج وهو ما بات يقلق الصينيين بعدما كانوا مصدر قلق للعالم كله أما البلدان الأقل حظا للأوينة الأخيرة فباتت شاحنة التبريد تنقل جثث مواطنها ليل نهار كما يحصل في نيويورك هذه الولاية الأمريكية التي باتت منكوبة بسبب عدد الإصابة الكبيرة سجلت أيضا أول حالة إصابة بفيروس كورونا لدى الحيوانات والأمر متعلق بأنثى نامير في حديقة حيوانات ظهرت عليها أعراض المرض بعدما انتقلت لها العدو عن طريق حارس الحديقة أما بريطانيا التي دخل رئيس وزرائها بوريس جونسون للمستشفى بسبب الفيروس فباتت أطقمها الطبية التشتكي من قلة المعدات الوقائية مضطر بعضهم إلى ارتداء أكياس النفايات للوقاية بحسب بي بي سي أما الحديث عن الحظ في زمن الكورونا فقد يكون من نصيب هذه العجوز الإيطالية التي نجت من الإنفلونزا الإسبانية سنة 1918 ونجت اليوم من فيروس كورونا بعدما أصيبت به وهي في عمره 104 سنوات وكان قد شوفي قبلها هذا العجوز الأمريكي وهو بنفس عمرها ليحتفل بعيد ميلاده خارج أصوار المستشفى ترجمة نانسي قنقر